سمو الأمير إيران وضعها في منطقة الشرق الأوسط دائما تثير الكثير من الجدل رأي سموك فيما آلت إليه السياسة الإيرانية خاصة خارجية هذه الأيام وألمح أيضا إلى بالتأكيد سموك متابع نوع من التقارب الكبير اللي بيحدث ما بين إيران ومصر في الأون الأخيرة وأخيرها تسيير رحلات جوية لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما ما بين القهرة والطهران هل هذا يهدد في وجهة نظرك أمن الخليج مثلا؟ شوف نحن علاقة مصر وإيران علاقة سيادية أنا يعني أنا كمواطن أدخل فيها فإذا الدولة أدخل فيها فما لك في المواطن يدخل أنا أدخل فيها طبعا علاقة سيادية بين مصر وإيران لكن ما في شك علاقة إيران بإيجاراتها الدول العربية علاقة سيئة نعم ونواياها مغرضة نواياها مغرضة نعم مغرضة وتدخلها السافر في البحرين وفي لبنان وفي سوريا والعراق ويجدكم الشعر بيت أيضا في موريتانيا والمغرب وأن أقول لك هذا كلام من ملك المغرب ومن رئيس موريتانيا سمعته بإذني استنكروا دخلهم صوروا وصلوا هناك فطبعا إيران لديها أطماع تخريبية مش فقط توسعية بعيدا عن العلاقة السيادية لسموك ذكرتها إذن أنت توصف هذا التقرب المصري الإيراني أو على الأقل الإيراني نحو مصر بأن له غرض وربما يكون تخريبي شوف أنا لا أتق بإيران لكن أتق بمصر أتق بمصر مهما كانت قيادتها لكن إيران لا أتق بها